وعودة مشاهدي الكرام إلى أداة سوق الأسهم السعودية في منتصف تداولات جلسة اليوم نوحد المؤشر عند مستويات 7746 نقطة وبمكاسب بلغت أقل من ثلاثة نقاط بعد نفتح الجلسة الصباحية اليوم على اللون الأخضر ومكاسب جدا قوية شهدناها اليوم في الجلسة الصباحية ارتفاعات إيجابية وصلت إلى 13 في النقطة المؤوية صعد السوق لمستويات 7770 نقطة شهدنا المؤشر في الليلة الصباحية أضاف أكثر من 25 نقطة الآن وتقريبا بعد ساعتين ونصف من التداول شهدنا الآن أن السوق يقلص بعضا من المكاسب التي جناها في الجلسة الصباحية يأتي هذا في ظل الأداء الإيجابي الذي شهدناه في سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي المؤشر أضاف ما يقارب 108 نقطة صعد بمستويات 7562 نقطة إلى مستويات 7748 نقطة نمو إيجابية شهدناه خلال الأسبوع الماضي حتى في قيم وحجام التداول 7 مليارات و300 مليون ريال أضافها المؤشر كقيم تداول خلال تداولات الأسبوع الماضي صعد بها لمستويات 23 مليون ريال اليوم كيم التداول لا تزال ضعيفة بعد ساعتين ونصف من التداول مليار و625 مليون ريال الحجم التداول عند 68 مليون سهم وإلى أخبار الشركات ومنقطة الأدوية والنتائج الشركة الكيميائية الدوائية والتي أعلنت عن نموه في أرباح العام 2017 بـ 6% الشركة حقت 142 مليون ريال ولكن هذا مقارنة أن الشركة حقت 136 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2017 ارتفاع أرباح الرابع بـ 83% ومحققة 30 مليون ريال كذلك ذكرت الشركة أن ارتفاع أو زيادة المبيعات الأدوية أثر إيجاباً على نتائج الشركة خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016 والتي حققت فيها الشركة مقارنة 136 مليون ريال ربق نظرة مشاهدي الكرام بالنسبة للملاحظ السهم اليوم كيف تفاعل مع نتائج الشركة العام 2017 وبأقل من 18% ارتفاعات 32 ريال و65 هللة للسهم مكاسب بلغت ما يقارب 25 هللة للسهم وإلى نتائج أميناتها والتي أعلنت كذلك عن نتائجها خلال العام 2017 والتي سجلت فيها انخفاض في الخسائر إلى 91 مليون ريال بنهاية العام 2017 في ظل أنه بلغت خسائر الربع الرابع ما يقارب 37 مليون ريال الانخفاض الكبير كان في المبيعات والذي أثر بشكل سلبي على نتائج الشركة في العام 2017 وكذلك حتى لا ننسى أنه الربع الرابع كان له تأثير واضح بالنسبة على الأداء السنوي للشركة نلقي نظر مشاهدين بالنسبة على السهم أو على أداء السهم في جلسة اليوم نلاحظ أن السهم اليوم على تراجعات بأقل من 13 سبع ريالات و89 هللة للسهم وإلى شركة اسمنت ينبع خاصة أكبر شركة منتجة في المنطقة الغربية والتي سجلت انخفاض جدا قوي بنسبة في الأرباح 39% انخفاض في أرباح العام 2017 الشركة حققت 319 مليون ريال ولكن هذا مقارن من الشركة حققت 526 مليون ريال خلال العام 2017 انخفاض واضح في الأرباح حتى في أرباح الربع الرابع والتي سجلت فيها انخفاض بـ 7% وشكلت ما يقارب 96 مليون ريال بتسجيل الشركة كأرباح أو كانخفاض في الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2017 انخفاض كمية المبيعات كذلك سعر بيع بعض المنتجات تأثر صلبا بنسبة على نتائج الشركة خلال العام 2017 في ظل زيادة المخزون لدى شركات الإسمنت وشدة المنافسة وضعف الطلب في السوق المحلي كذلك ذكرت الشركة في بيان هنا أوصى مجلس دارة الشركة بشركة إسمنت ينبع خلال الاجتماع بتوزيع أرباح نقدية وبنسبة 12 نصف النقطة الموية من رأس المال بواقع ريال وخمسة وعشرين هلل السهم وذلك على مساهم الشركة عن نصف الثاني من العام 2017 مشاهدين من الممكن نضرب بالنسبة على السهم ونشوف السهم اليوم كيف تفاعل مع النتائج الربعية وكذلك النتائج العام 2017 وكذلك توزيع الأرباح السهم اليوم على مكاسب بـ 18% 31 ريال وسبعين هلل السهم 26 هلل مكاسب في هذه الأثناء وإلى قطاع التأمين واللي شاهدنا عليه تراجع خلال الأسبوع الماضي بـ 17% كان الأداء سلبي بالنسبة خلال الأسبوع الماضي لقطاع التأمين في ظل العديد من الأحداث التي ما زالت تعصف بأداء القطاع حيث أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أن شركة بوبا ترغب في زية ملكيتها في شركة بوبا العربية ومن 34% وقل من 13% لتصبح 39% و13% وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي بعد الاتفاق على شراء حصة من مجموعة ناظر وكذلك سيؤدي هذا إلى زيادة بنسبة 5% في حصة بوبا أنيفيمستن لتصبح بعد زيادة 39% في حين تم الاتفاق على هذه الصفقة عند سعر 100 ريال للسهم ليصبح إجمالي قيمة الصفقة 400 مليون ريال وبحسب بيان الشركة هو ما يعكس الثقة بالنسبة والنظر المستقبل المتفائلة في شركة بوبا العربية السهم اليوم على مكاسب جدا قوية 6% يصعد إلى مستويات 97 ريال 5 ريالات و54 هلأ مكاسب في هذه الأثناء ونستكمل كذلك حيث وافقت هذه السوق المالية على طلب شركة باتك الاستثمار والأعمال اللوجستية بزيادة رأس المال من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال عبر منح أسهم مجانية مقابل كل أربعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل المساهمي المصدر لدى مركز الإداء في نهاية الثاني يوم تداول لكن نضرب نسبة على السهم اليوم على مكاسب بـ 16 تقريب أنه نفس المستويات منذ الجلسة الصباحية لو لاحظنا المستويات تقريب أنه نفس المستويات صعود متوسط بـ 16 59 ريال و90 هللة لأسهم مكاسب محدودة بـ 32 هللة لأسهم على نتيجة السوق المالية موفقة على طلب شركة الدلع العربي للتأمين التعاوني بزيادة رأس المال من 200 مليون ريال إلى 300 مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل المساهمي المصدر لدى مركز الإداء بنهاية ثاني يوم تداول نلقي نضرب بنسبة على السهم اليوم على مكاسب بـ 21% ارتفاعات 56 هللة 47 ريال و25 هللة للسهم أعلنت شركة ولاة للتأمين التعاوني عن استليمها تقرير التقييم المحدث من الخبير الاكتواري والمعين والمتضمن زيادة صافية قدرها أو زيادة صافية قدرها مليونين وثمائمائة ألف ريال في الاحتياطيات الفنية متوقع أن يكون لهذا الأرقام أثر أو تنعكس على العام المالي 2017 نضرب بنسبة على السهم على 23% ارتفاعات 32 ريال و45 هللة السهم ومن مكاسب بلغة ما يقارب ريال أعلنت شركة ساب للتكافل الاستلامة خطاب مستنقد العرب السعودية تضمن قرارها بالسماح لها بقبول مكتبين جدد في تأمين الحماية والإدخار ومن ثم معاودة إصدار وتجديد وثائق الحماية والإدخار وتوقعت الشركة أن يكون لهذا القرار أثر مالي إيجابي من خلال ارتفاع مبيعات الشركة ابتداء من ربع ثاني من العام 2018 السهم اليوم على مكاسب بـ 2 وأقل من 14 22 و60 هلل السهم 52 هللة في هذه الأثناء اجدد البنك العربي الوطني وثيقة تأمين سيارات البنك مع شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني وذلك لمدة عام وبين البنك أنه تم تجديد الوثيقة بتقطيع تأمينية بلغت أقل من 4 ملايين ريال وبإشتراك تأميني قيمته 148 ألف ريال لكن نظر بالنسبة على أداء السهم على تراجعات اليوم 18 12 ريال 32 هللة للسهم هذا كل ما لدينا مشاهدي الكرام في أداء الأسهم دعونا نظر بالنسبة على أداء القطاعات اليوم كان قطاع المواد الأساسية على تراجعات ما زال على التراجعات اللون الأحمر يكتل اليوم بالقطاع أو قطاع المواد الأساسية سابق اليوم على تراجعات بأقل من 14 سبكي من العالمية 5 نصف النقطة المائوية كذلك المتقدمة والمجموعة السعودية على تراجعات من نصف النقطة المائوية إلى 14 في النقطة المائوية ما زال سهم شركة سابق على تراجعات يفقد ما يقارب 39 هللة 109 ريالات وثمانين هل السهم بعد أنه شهدنا كان فلسل صباحي اليوم فوق مستويات 110 ريالات للسهم وإلى القطاع المصرفي واليوم كان أداء يجب بنسبة القطاع المصرفي باللون الأخضر نحظ الآن أنه سهم مصرف الراجح على تراجعات بـ 14-73 ريال و70 ريال للسهم السهم اليوم كان يتداول عند مستويات 74 ريال للسهم كذلك أنه البنك السعودي البريطاني على اللون أخضر بأقل من 14 البنك الهتجاري 13 وأخير البنك السعودي الفرنسي على تراجعات بنصف النقطة الموينة في حين بنك الرياض والبنك السعودي الاستمار على ارتفاعات إيجابية تفاوت من 3 إلى نصف النقطة الموية نظر مشاهدين بالنسبة على الأسهم الأكثر ارتفاعا نلاحظ أنه بوبة العربية وكذلك على ارتفاعات بـ 85 لازورد على ارتفاعات بـ 5 في الماء سيسكو ارتفاعات بـ 3 و 14 ولا والبحري كذلك ارتفاعات بـ 2 و 16 في النقطة الموية نظر مشاهدين على الأسهم الأكثر تراجعا في جلسة اليوم نلاحظ كذلك أنه الملاذ للتأمين على تراجعات بـ 3 و 18 أمانة تراجعت في 2017 بوتروكيم والمعدني والمعادن نلاحظ اليوم العديد من شركات قطاع المواد الأساسية في قائمة الأكثر انخفاضا بعد أن نشاهد أن القائمة كان فيها تقريبا شركات تأميم في الجلسة الصباحية مشاهدين كذلك نلقي نظرة بالنسبة على أداء الأسواق الخليجية نلاحظ اليوم أنه مؤشر سوق دبي وبرسة دبي على 3199 نقطة قيم تداول عند ما يقارن 153 مليون درهم وحجم التداول عن 78 مليون سهم يأتي هذا في ظل التعافي لشهدات الأسواق الإمارات خلال تاولات الأسبوع الماضي واستعودت بعض المستثمرين لأشراء الانتقال الأسهم اللي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية كذلك أنه شاهدنا أن مؤشر دبي سجل ارتفاعات أسبوعية بواحد و13 في المائة خلال تاولات الأسبوع الماضي العديد من القطاعات ساهمت في صعود مؤشر دبي كان من ضمنها قطاع الطاقة وكذلك قطاع الاتصالات ونستكمل مشاهديننا ولكن مع الأخبار أسواق الإمارات حيث توقعت الشركة الوطنية لتبريد المركزي تبريد أن ترتفع أرباحة صافية بـ 15 مليون درهم سنويا بعد إتمام صفقة الاستحواذ على 50% من شركة S&T وأوضحت تبريد في باية الله اليوم على سوق دبي إن إيرادات الشركة ستزداد بنحو 50 مليون سنويا بعد هذا الاستحواذ نلقي نظرة السهم اليوم على تراجعات بـ 16 درهم و64 فلس للسهم وإلى قياديات سوق دبي المالي نلقي نظرة بالنسبة على قيادية سوق دبي المالي نلاحظ كذلك أنه اليوم تباين واضح على أداء القطاع مجموعة عمار مولزع اللون أخذر بـ 18 رابطك ارتفاعات بـ 13 في النقطة و14 في النقطة المائوية القطاع العقاري اليوم على تباين واضح عمار العقارية على تراجعات بـ 1.5 درهم و87 فلس كذلك الوطني التبريد على تراجعات كما ذكرت قبل قبل قليل بـ 16 أدري كان دسكل عندرهم و80 فلس وإلى القطاع المصرفي في سوق دبي المالي نلقي نظرة بالنسبة نلاحظ أن سوق دبي المال ارتفاعات بـ 1 في الماء كذلك بيتم من الخليجي 17 نلاحظ أن الإمارات دبي الوطنية على تراجعات بنصف النقطة المائوية الشركة الوحيدة في القطاع اليوم على تراجعات البنك الأول على ربع النقطة المائوية 12 درهم و60 فلس ونظرة مشاهدين كذلك على سوق أبوظبي في هذه الأثناء نلاحظ كذلك أن سوق أبوظبي اليوم على 4524 نقطة تراجعات بـ 14 في النقطة المائوية خسائر 18 نقطة في هذه الأثناء نلاحظ كذلك حتى قيمة تداول ضعيفة بأقل من 40 مليون درهم في ظل كذلك حتى أن حجامة تداول ما زالت ضعيفة عند 15 مليون سهم وإلى قياديات أبوظبي نلقي نظرة بالنسبة على أداء القياديات نلاحظ أن الدان الغاز على 75 فلس كذلك الشراق ومسط الإمارات على ثبات 17 درهم بـ 70 فلس في حين أبوظبي للطاقة الشركة الوحيدة على ارتفاعات بـ 24 يقابلها الدار العقرية على تراجعات بـ 1 و 18 وإلى قطاع المصارف في سوق أبوظبي المالي نلقي نظرة نلاحظ أنه بنك الشارقة وكذلك بنك الاتحاد الوطني على ثبات 3 درهم و 17 فلس أبوظبي التجاري وكذلك بنك رأس الخيمة على تراجعات بأقل من 2% و 1% بالنسبة لبنك أبوظبي التجاري وعند سعر 7 درهم وإلى أسعار النفط وتحركات النفط خيال الأسبوع الماضي حيث تحركت أسواق النفط خيال الأسبوع الماضي بسبب العديد من الأحداث وكان من أهم هذه الأحداث أولا أن خفاض انتاج منظمة الدول المصدرة للنفط وبكثة شهر الماضي بقيادة فنزولا والإمارات العربية المتحدة كذلك يأتي أنه رفعت وكالة الطاقة توقعاته للطلب العالمي على النفط في العام 2018 وبأقل من 100 مليون برميل يوميا وذلك مقابل 97 مليون و800 ألف برميل يومي كان في العام 2017 في ظل كذلك أن شركات حفارات النفط الأمريكية أضافت للمرة السابعة في الأسبوع الثمانية الماضية أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتي ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 800 حفارة من جهة أخرى قال الهدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي إلى 5 ملايين برميل وحفظ مخزونات البنزين ونواتج التقطير كما سجلت الصين كذلك ارتفاع بلغ 27% على الأساس السنوي في الإنتاج الصناعي خلال أول شهرين من العام 2018 بينما أظهرت بياناته انخفاض إنتاج النفط بـ 1.19% كذلك نواحظ أنه كان بالنسبة لإسعار النفط في لقاء آخر جلسة المستويات كانت على إيجابي بـ 1.17% ترجمة نانسي قنقر